طيب جميل نختم الجولة من السوداني ومنها نقرأ الصحة تقول وجود شبهة اتجار بالأعضاء البشرية لزاري الكلاب الخارج كشف وزير الصحة بحرد ريس أبو قردا عن وجود شبهة اتجار بالأعضاء البشرية للمرضى الذين يزرعون الكلاب الخارج في مصر وقد يدخل ذلك البلد في إشكالات إن لم يراجع وقال أبو قردا إن الوزارة حضرت سفر طالبي زراعات الأعضاء عبر القمسيون الطبي وشكلت لجنة خاصة لمتابعة إجراءاتهم على أن تتم جميع الاعتمادات المطلوبة داخل السودان في وقت نجتك فيها أبو قردا خلال مطابر صحفي بالوزارة عمس من ضعف النظام الرقابي في القطاع الصحي مشيرا إلى أنه بحاجة لكثير من المعالجات وكشف أبو قردا عن وجود فرق بين أسعار أدوية الإمدادات الطبية والصيدريات الخاصة يصل إلى 47% هذا وزير الصحة يتحدث عن هذا الغرض ويشتكي من عدم وجود رقابة في القطاع الصحي الذي يرأسه الوزير يشتكي من عدم وجوده يعني حتى لو أنا أريد أن أسأل في هذا الإطار أقول لك كيف يمكن وجود رقابة في القطاع الصحي ترضي الوزير أم أن على الوزير أن يضع رقابة صحية لقطاعه بشكل قاطع طبعا إشكال الرقابة ناتج عن التقاطعات التي تحدث بين الوزارة الاتحادية والوزارات الولائية هذا واحد من مشكلات نظام الحكم المحلي الذي دعا إليه معتمر الحوار الوطني إلى مراجعته ومحاولة النظر فيه بطريقة أخرى من الطريقة السائدة لأنه في صلاحيات أو سلطات أصبحت متفرقة بين الولايات وبين الحكومة نعم الحكومة المركزية فده أفتكر واحد من الأسباب التي تدعو إلى هذا القلق وإلى هذا الشكوى وطبعا لمن تصدر على وسائل الإعلام بتوقع شيء غريب وفيه مفارغة لأنه ده يفترض أنه يناقش داخل مجلس الوزراء بين الجهات ذات الصلة وأنه المتلقي الخدمة ليس مسؤولا من إشكالات مرتبطة بكيفية إدارة الأجهزة الدولة وإلا لما أصلا كان هناك إدارة للدولة لأنه الدولة هي مسؤولة عن إدارة هذه المرافق وهذه المسؤوليات إذا كانت تطبيق الدستور أو القوانين أو كذا صحيح المواطن مهم إشراكه والرأي العام إشراكه في تقييم الخدمة المقدمة ولكن من الشكوى الصلاحيات نفسها أظن أن هذه مسؤولية داخلية لمجلس الوزراء والجهات المختصة الوزير هنا لا يبدو أنه قد قدم شكوى من قدم وجود صلاحيات والتأكيد بيكون قدموا هذه الشكوى بالداخل ويعني من الرقابة يعني هذه وصيلة ضغط عن طريق الرأي العام نعم نعم ممكن تستخدم نعم هي واحدة من الآليات السياسيين وفي النهاية لا يوجد نظام رقابة في القطاع الصحي والله فيه إشكالات لا يمكن أن نقول هذا الحديث على عوهين وكذا إنه ما في رقابة تماما ولكن يمكن أن نقول أن هناك إشكاليات كبيرة في مسألة الرقابة في المجال الصحي وبرضو فيه مشاكل بتاعة إدارة النظام الصحي نفسه فيه مشكلات كبيرة ونظام الوقاية الصحية برضو فيه مشكالات بدليل بعض الأمراض الوبائية التي ظهرت في فترات في السودان طيب وجود شبهة تجارة بالأعضاء لزرية الكلاء بالخارج هل ستفليح جرات الوزارة في مواجهته وهذا الأمر حظر سفر طالبي زراعة الأعضاء عبدالقوميسيون الطبي ألا يؤدي لتظهر المرضى؟ نعم هو طبعا لا أظن أن المقصود هو حظر المرضى الذين يحتاجون إلى زراعة الكلاء وأظن أن الأمر مرتبط بتوجيه رسائل حادة أو شديدة اللهجة إلى ما يمكن أن نسميهم بالأصابات التي تعمل في تجارة الأعضاء واستقفال واستقلال المرضى والأصحاء في بيع وشراء تجارة الأعضاء بشكل عام ورغم أنها طبعا هي مسألة صحيا مسألة شائكة حسب الاختصاصيين في هذا المجال يفتكرون أنه مسألة نقل الأعضاء ودي مسألة يعني قاية في التعقيد وتحتاج إلى عمليات برضو معقدة المسألة برضو عندها شق تاني مرتبط بالتوجيه والتوعية الصحية لخطورة هذه المسألة هذا دور مهم جدا لوزارة الصحة وهو الإرشاد الصحي للمرضى والأصحاء حتى لا يقع في الشرك الذي يتقنه عصابات الإتجار بالأعضاء وإستخدام مسألة هذه الأعضاء في تجارة غير شرعية من ناحية يعني أفتكر فيها لا تجوز فقهيا هناك فتاوى حول هذا الأمر فتاوى دينية وهناك تحريم طبي برضو لأن المسألة أن تتم بطريقة غير شرعية يتم بطريقة غير صحية طيب الوزارة منعت السفر ولكن لم تطرح بدائل للبرض مهم جدا أن تطرح بدائل وهمها التي ذكرتها اللي هو الإرشاد الصحي والتوجيه ومنع السفر ده لن يحل القضية ولا أظن أن هذا لا أدري مدى دقة هذه المعلومات ولكن أن تقوم وزارة بمنع يعني مرضى من السفر للعلاج أنا أظن أني مسألة مستبعدة وتحتاج إلى التدقيق أكثر أشكرك جدا أن أستاذ خالد ساعدت قاتبة صحفي المحلي للسياس شكرا لك في وجدك معنا اليوم شكرا جزيلا